موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة رمضانية جديدة من الأجندة اليوم هو السادس والعشرون من شهر مايو للعام الفين وثمانية عشر باستثناء مرور الذكرى الثامنة والعشرين لتحقيق الوحدة اليمنية والإعصار الذي ضرب أرخبيل سقطرة باستثناء هاتين الحادثتين لا توجد أحداث نوعية كبيرة خلال الأسبوع الماضي الحياة الرتيبة وكئبة إلى حد ما على المستويين الوطني والقومي ما زال حلف الثورة المضادة يواصل تآمر على اليمن واليمنيين ما زال يمد الانقلاب بأسباب البقاء ويمد اليمنيين بالخذلان والتجويع والإذلال وما زالت الشرعية في حال الضعف واستضعاف وما زالت القوى الداعمة لها متناقضة الهواء والطموح يفكر بعضها في ذاته أكثر بما يفكر في مصير اليمن وما زال الطاعون الإمامي يستفيد من هذا الخذلان وهذا التآمر والضعف في توطين نفسه وتجذيره والأخطر من هذا كله أن الأسباب التي أدت إلى هذا الخراب الذي نحن فيه ما زالت باكية وما زال البعض يسقي أشجارها وينميها حتى اليوم الفساد والاستبداد كما نقول دائما هم السببان الأساسيان فيما وصل إليه اليمنيون من خراب وضياع ويصح أن نقول الفساد وحده هو سبب ما نحن فيه لأن الفساد جزء أو الاستبداد شكل من أشكال الفساد كما يصح أن نقول الاستبداد وحده هو سبب ما نحن فيه أيضا لأن الاستبداد هو الذي يشجع الفساد ويغذيه فإذا قلنا الفساد وسكتنا أو قلنا الاستبداد وسكتنا الكلام صحيح لأن كل منهما يكتضي الآخر هذا الفساد وهذا الاستبداد ما زال له أنصار ومحبين وعشاك يدافعون عنه ويخوضون المعارك من أجله تحت مسميات مختلفة طبعا وفي حربنا الطويلة مع الاستبداد نحتاج لأن نفهم طبيعة هذا العدو ولكي نفهم الاستبداد أو الفساد لابد أن نحللها إلى عناصره الأولى ومن هذه العناصر جمهور المستبد جمهور الفساد أنصار الاستبداد وهذا هو موضوع المحور الأول من هذه الحلقة أما المحور الثاني فسنخصصه للذكرى الثامنة والعشرين لتحقيق الوحدة اليمنية إن شاء الله لتكون هذه الذكرى شاهدا حيا على خطر الفساد والاستبداد شاهد واقعي أتحدث عن الذكرى طبعا عن الوحدة الذاتية فكونوا معنا في الفناء الخلفي لعالم السياسة تحدث أحيانا أشياء لها دلالة على أزمة السياسة النفسة على ما يحدث داخل بنية السياسة خذوا على سبيل المثال ما حدث في السوشال ميديا اليمنية بأول يوم من أيام رمضان بسبب حلقة تلفزيونية الساخرة كدمها الفنان الزميل محمد الربع تناول فيها موضوع يعني خذلان أنصار علي صالح لزعيمهم في بواجهة الحوثي بعد أن كانوا يعيدونه ببدل أرواحهم والغالي والرخيص وأولادهم وثرواتهم دفاعا عنه طبعا أنا لا أريد أن أعلق على الحلقة نفسها أين نتفك معها وأين نختلف أو أين يمكن أن نتفك وأين يمكن أن نختلف وإنما أريد التعليق على مسألة أخرى أثرتها ردود الفعل على الحلقة هذه المسألة هي مسألة وجود أنصار لأهل عبدالله الصالح إلى الآن هذه مسألة الوحدة تصلح للدراسة العلمية دراسة جمهور الطاغية أو جمهور الفساد وهذا أهم بكثير من دراسة شخصية الطاغية النفسة والفاسد نفسها لأن الطاغية الفاسد مجرد فرد لا يقدم ولا يؤخر من دون جمهور مؤيدين لو لا جمهور علي صالح ما وصلنا إلى ما نحن فيه لو لا هذا الجمهور الذي أمد صالح بأسباب البقاء لكان الرجل سلم السلطة في أول أسبوع من ثورة فبراير وكنا الآن بلا حوثي ولا تدخل أجنبي ولا إمارات ولا هم يحزنون لو لا هذا الجمهور جمهور الطاغية لكنا الآن نناكش قضايا التنمية ونحصل إنجازات بدلا من مناكشات قضايا السياسة وإحصاء الموتى ولهذا أقول دائما جمهور الطاغية أخطر من الطاغية النفسة لأنه هو الذي يمده بالحياة طبعا أنا لا أريد الآن أن أهجو جمهور علي صالح ليس هذا هدف ولا هكيمة المهم عندي هو أن يطرح هذا الموضوع للتحليل العلمي مش للتحليل السياسي هذه ظاهرة تحتاج إلى فهم وصبر من علماء الاجتماع وعلماء السياسة أيضا لأن الفهم هو بداية الطريق لحل المشكلات نريد أن نفهم نحن وهم أيضا لماذا يناصر بعض الناس طاغية أو فاسد ويترحم عليه هذا موضوع لا بد أن يفهمه حتى هم أنصار الطاغية أنفسهم بحاجة إلى معرفة هذا الأمر أيضا لماذا يتسامح بعض المحسوبين على النخبة المثقفة مع الطاغية أو الفاسد؟ لماذا؟ تجدهم متسامحين معه هل السر يعود إلى طبيعة ثقافتنا اليمنية والعربية؟ هل هذه الثقافة بطبيعتها تخدم الفاسد والطاغية؟ أم أننا أمام نمط من أنماط الشخصية موجودة في كل مجتمع؟ مثل ما هو موجود نمط البخيل ونمط الشجاع ونمط المنافق عندنا أيضا نمط أنصار الطاغوت أو الفساد ربما هذا نمط من أنماط الشخصية لماذا يتسامح بعض اليمنيين مع علي عبدالله الصالح أو يناصرونه مع أنه أكثر شخص في تاريخ اليمن أساء إلى اليمن واليمنيين؟ تقريبا لا يوازيه في ذلك إلا بيت حمد الدين لماذا يحدث ذلك؟ هل لأن هؤلاء الأنصار لا يعتبرونهم مجرما في حق اليمن واليمنيين؟ أم أن تكديرهم للجريمة والخطأ مختلف عن تكديرنا مثلا بيشوفوا الجريمة أو بيشوفوا الأخطاء بطريقة مختلفة عن البيشوفة؟ قد يقولون مثلا الرجل له أخطاء لكن ليس إلى هذا الحد الذي تصورونه له محاسن ربما أكثر من مساوئة ربما يقولون هكذا أو يقولون هذا طبع السياسة وإحنا ناس واقعيين من الواقع أو واقعين يعني ما لناش في المثاليات الحالمة ربما يقولوا هكذا أيضا كل الأسئلة الماضية كل سؤال منها سيفتح باب لمعرفة مشكلة من مشاكل الحياة السياسية في اليمن افهم جمهور السياسة على الأحزاب السياسية أن تفهم جمهور السياسة وهذه الأنماط الشخصية في المجتمع على شأن يكونوا كرارها صحيحة إذا قلنا مثلا أن ثقافتنا نفسها تتسامح مع الفاسد والطاغية وتهون من جرمة فهذا يعني أن على النخبة المحترمة أن تلتفت لنقد هذه الثكافة وفضحها على الملأ مشكلة ناعتكم في الثكافة وإذا قلنا أن المشكلة في وجود نمط من أنماط الشخصية اليمنية يحب الفاسدين والطغاو يتسامح معاهم يعني هكذا بطبعة هذا طبعة أيضا على النخبة الحزبية والمثكفة أن تشتغل على برامج طويلة يعني طويلة المدى عميكة الأثر لمواجهة هذه المشكلة هذا النوع من الناس بدلا من المعارك الثانوية التي تخوضها هذه الأحزاب والنخب طوال الوقت هذه المشكلة أو هذه المشكلات هذه المشكلات الحقيقية التي تستحق بدل الجهد من قبل تيار التغيير إذا كان هناك تيار تغيير هذه الأمراض الاجتماعية أخطر من الأمراض الفردية وعلى الجميع معالجتها وهذا الكلام موجه للجميع بمن فيهم أنصار علي صالح نفسه هم في النهاية أخواننا في الوطن يعني إحنا محتاجين يفهموه مثل ما إحنا محتاجين نفهم نحن ندعوهم إلى تأمل حالتهم المرضية إذا كانوا حريصين على البلد فعلا أنا آسف أن يسميها حالة مرضية لكن هذا هو الوصف الحقيقي لها لا يمكن وصف حالتهم إلا بأنها مرض الذي عند الشك في هذا الموضوع عليه فقط أنه يفتح التلفزيون ويتفرج على الإنسان الطبيعي في المجتمعات الحرة ويشوف الإنسان في أوروبا مثلا يشوف كيف الناس هناك عايشين وكيف ينظروا للحكام وكيف يتعاملوا معهم وكيف يتعاملوا مع الفاسدين منهم ويشوف المسؤولين في تلك البلاد كيف يحترمون أنفسهم ويحترموا شعوبهم يعني وزير بريطاني يستكيل من منصبه لأنه تأخر خمس تكايق عن جلسة استجواب في البرلمان خمس تكايق قال أنا أشعر بالعار وسأستكيل منه من منصبي وزيرة أخرى تقال من منصبها لأنها عبت مرة واحدة سيارتها عبت بترول على حساب الحكومة من الكرت حق الحكومة في مشوار شخصي مع أنه مشكلتاني نسيت فقط كرتها الشخصي في البيت وبعدين عوضت الحكومة فيما بعد ومع ذلك ما تسامحوش معها لكي مرة عبت من كرت الحكومة وألف حكاية وحكاية من هذا النوع عند الشعوب التي تحترم نفسها الشعوب الطبيعية وهل تسمح لمسؤول أن يبقى في منصبة إذا أساء هذه هي الشعوب الطبيعية وإحنا علي صالح دمر بلد وحطم مستقبل أجيال وسوى اليمن بالأرض ومع ذلك عاد معاه أنصار ومحبين في اليمن ويقول لك إحنا ناس طبيعيين مستحيل مستحيل البعض مع الطاغية والفاسد بعضهم مثكفين زي ما قلنا لو نزلنا بهذا السؤال للشارع وسألنا الناس حنتوكع الإجابات الآتية البعض حيقول لنا لا يحب الفاسد إلا صاحب مصلحة من موجوده يعني أصحاب المصلحة الناس اللي كانوا مستفيدين بالصورة الشخصية من نظام الفساد هم الذين يحبون الفاسد والنظامه هذه إجابة البعض حيقول إنه الجهل الجهل يفعل بصاحبة أكثر من هذا يفتيب الروح والدم الشخص الذي يعني دمر مستقبله ومستقبل أولاده لكن هذه الإجابات وحدها لا تكفي صحيح هناك شريحة من أنصار الطاغية الفاسد تؤيده وتؤيد عودة نظامه لأنها مستفيدة مباشرة من وجود هذا النظام وصحيح أن الجهل مصيبة تجعل الإنسان أعمى لا يرى مصلحته لكن كيف نفسر بقاء الأنصار والمؤيدين حتى بعد زوال الطاغية كثير منهم متعلمين ومثقفين وزاروا بلدان محترمة وشافوا بلدان محترمة وشافوا الفرق بين مستوى الحياة هناك ومستوى الحياة عندنا وشافوا الفرق بين مستوى المسؤول اللي عندهم والمسؤول اللصة اللي عندنا وهذا لذاكو مرارة الفساد في بلادهم بصورة أو بأخرى بصورة من الصور كيف نفسر وجود هؤلاء ليس لدي إجابة علمية يعني إجابة معملية ليس لدي الآن إجابة معملية لكن لدي ملاحظات ملاحظات موضوعية أظنها تفسر هذا النمط من الشخصية قال لنا نسمين نمط أنصار الزعيم والمتسامحين مع فترة يعني فترة حكمة وأصحاب شعار اذكروا محاسن موتاكم يعني هذا نمط من الشخصية لدي ملاحظات أول هذه الملاحظات هي أن هذا النمط من الشخصية ليس لديه مشروع سياسي طبوح ليس لديه إيدولوجيا سياسية مثالية تحفز على التغيير لا تشغل أسئلة التقدم والتخلف مش فاضي لأسئلة التقدم ليش إحنا متأخرين وغيرنا متقدم مش فاضي للأسئلة هذه مشغول بأشياء أبسط من ذلك وأدنى من ذلك لا تستفزه ولا تزعجه مناظر الفساد والاستبداد والتخلف التي يراها في بلده إلا قليلا يعني لكن ما فيش عنده شعور عالي بالمسؤولية ولا يستفز من مناظر الفساد ليس لديه حلم بأن يكون بلده وأهل بلده في مستوى البلدان المتقدمة احنا بنوصفها الآن فقط احنا بنوصف الشخص هذا ليس لديه حلم أنه يكون بلده مثل البلدان المحترمة بدليل أنه لما يحب يكارم بين وضع البلد في اليمن وغيرها من البلدان يقول لك احنا أحسن من الصومان عزيمة متدنية يختار النماذج الفاشلة ليكارم بها وضع بلده ولا يكارم بالنماذج الناجحة مستوى الطموح عنده مواطي هذا النمط من الشخصية شعارها الحقيقي يومك عيدك لا يفكر في مستقبل المجتمع ولا في مستقبل أولاده يفكر فقط في مستقبلها الفرد الكريم معانا لقمة العيش اليوم وخلاص وهناك مثقفون من هذا النمط للأسف الشديد هذا النمط من الشخصية من صفاته أيضا أنه ينظر إلى الأمور بشكل مختلف عن الإنسان الطبيعي يعني مثلا التاريخ بالنسبة للإنسان الطبيعي هو عبارة عن ميدان تتجلى فيه سمات الخير والشر صراع الخير والشر هذا الإنسان الطبيعي يشوف التاريخ هكذا والإنسان الطبيعي يتعاطف عادة مع جانب الخير ضد الشر ومثله الأعلى هو الإنسان الخير سواء كان هذا الإنسان محارب قائد أو أديب أو مصلح اجتماعي أو أي كان هذا بالنسبة للنمط الطبيعي أما النمط المتسامح مع الاستبداد والفساد نمط الزعيم فالتاريخ بالنسبة لله مجرد رواية تحكي صراع بين طرفين قويين طرف قوي وطرف ضعيف مثله الأعلى في التاريخ منه الطرف القوي مش الإنسان الخير حتى لو كان أحيانا يتعاطف مع الطرف الضعيف لكن هو في أعماكه يعشك القوة ويهابها ولا يهاب الحق بل أحيانا يحتكر الحق إذا كان ضعيف ولهذا كان يحتكر ثوار فبراير لأنهم أضعف من صالح ولهذا تجد هذا النوع من الناس مستعد للتسامح مع الباطل إذا كان الباطل هذا قوي وبعدين يخلع على القوي صفات الفضيلة يغطي بعدين يسوي للح على هيكل الباطل يحاول تنظيف صورة الباطل وإضفاء سمات البطولة والفضيلة عليه هذا النمط من الناس يقوم بتحويل الفاسد الطاغية إلى زعيم لما تسمع شخص يتحدث بإعجاب عن علي عبد الله الصالح لما تسمع شخص يتكلم عنه بإعجاب تشعر أنك أمام شخص لا يعرف ما هي البطولة ولا يعرف ما هي العظمة ولا يعرف ما هي الفضيلة ولو دار ما هو الخير من الشر يعني عايش حياته دهما لا أكل هذا الكلام من باب الهجاه هذا وصف حقيقي موضوعي يعني فعلا يعني علي صالح لم يكن يتمتع بأي صفة من صفات القائد العظيم الذي يستحق الإعجاب ولا عند التاريخ مشرف كل ما كان فيه أنه وغد كبير فعلى إيش يحبه؟ على إيش يناصره لليوم؟ الإنسان الذي يعجب بوغد من هذا النوع هو إنسان غير طبيعي هذا الإنسان غير الطبيعي هو الذي جعل حياتنا اليوم غير طبيعية وهذا المفيد يعني وهذا اللي بيخوفنا منه في المستقبل وهذا اللي بيخلنا نكثر الكلام في الموضوع هذا هذا هو الكارثة الوطنية الحقيقية هذا الإنسان غير الطبيعي هو سر مأساتنا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل ربما وعلشان تكون حجتنا واضحة سنعرض عليكم نموذج واحد من الحكام الذين نعتقد أنهم أبطال حقيقة يعني فعلا ويستحقون الإعجاب والمحبة هذا النموذج نكدم الأنصار علي عبدالله صالح كلهم يتفرجوا شوفوا 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 يمكن تفهموا ما معنى البطولة وما معنى الإنسان العظيم اللي ممكن يستحق المحبة وكارنوا بين هذا اللي تشوفوا بين علي عبدالله صالح سنعرض عليكم خوسي موخيكا رئيس جمهورية الأوروغواي هذا الرئيس الذي يوصف بأنه أفكار رئيس في العالم خوسي موخيكا يستقبل زائري في بيتها المتواضع الذي يسكن من قبل ما يكون رئيس بـ 25 سنة قبل ما يكون رئيس جمهورية ويرفض أن يسكن في الكسر الجمهوري يرفض وبيركب سيارة في الكسواج بسيطة متواضعة جداً وراتبة اللي بيستلمها بينفق منها أو بيحول منها 90% من راتبة على المحتاجين لا يستلم منه إلا 10% فقط ولما يسألوه لماذا يقول لهم أنا ما أحتاج هذا المبلغ الكبير أنا يكفيني 10% من هذا المبلغ لا أحتاج أكثر هناك فقراء يحتاجون إليه عايش مع الدجاج والكلاب في المزرعة يعني مثل أبسط مواطن موجود عندنا في صنع تعالوا نشاهد هذا المقطع من التكرير عن هذا الرئيس العجيب وأرجوكم بالنسبة للأخوة المؤتمرين كارنوب علي عبدالله الصالح لا تعرفه عن خوزي موخيكا أفقر رئيس في العالم خوزي ألبرت موخيكا كوردانو أفقر رئيس في العالم ولد يوم 20 مايو عام 1935 وأصبح رئيس أوروكوي منذ 2010 كان وزير الثروة السماكية والزراعية عام 2005 حتى 2007 ثم أصبح عضوا في مجلس الشيوخ وبعدها رئيس أوروكوي لماذا يلقب بأفقر رئيس في العالم؟ يتلقى موخيكا راتبا شهريا قدره 12500 دولار ولكنه يتبرع بتسعين بالمئة منه للجمعيات الخيرية في بلاده ويقول أن المبلغ المتبقي يكفي لعيش حياة كريمة بل يجب أن يكفيه خاصة أن العديد من أفراد شعبه يعيشون بأقل من ذلك بكثير يعيش رئيس الأوروكوي منذ توليه الرئاسة في البيت الريفي بمزرعته ويرفض العيش في القصر الرئاسي كما أنه لا يتمتع بالحراسة المشددة يحب العيش ببساطة فقد رفض العيش في قصر الرئاسة أو أن يكون له موكم رئاسي ولا يملك أي سيارات رئاسية سوى سيارته الخاصة الفولسفاغن بيتل موديل 1987 هذا هو النموذج الذي يستحق أن تسمي الزعيم وبطل ويستحق أن يكون لمعجبين وأنصار في حياته وبعد ما ماته مش اللصوص الجهلة الفاسدين الأميين حقنا وللعلم هذا لم يأتي عن طريق الدبابة والغدر والتآمر كما يفعل معظم حكامنا هذا ما يمكنش يجي عن طريق الكلاشنكوف والمؤامرات هذا من بركات الديمقراطية خسيم أخيكا كان سجين سياسي قبل ما يكون رئيس جمهورية ولما فتحوا باب الديمقراطية في أرغواي ترشح مرة ومرتين وحتى وصل للرئاسة لهذا نقول أن الاستبداد هو أبو المشاكل الاستبداد ما يجيب إلا أمثال على عبدالله صالح ومحمد بن زايد وغير من اللي تعرفوه نقول دائما الاستبداد أبو المشاكل والديمقراطية أم الحلول تعالوا نستمع إلى خسيم مرة أخرى وهو يتحدث عن أخلاك الديمقراطية علشان تعرف الفرق بين الرئيس الديمقراطي والرئيس اللي يجاي بالدبابة أنا لست فقيرا فالفقراء هم الناس الذين يحتاجون الكثير وهذا أمر مثير للضحك في الحقيقة أنا شخص متقشف لا أحتاج الكثير للعيش أعيش بنفس الطريقة التي كنت أعيشها قبل أن أصبح رئيسا في نفس الحي في نفس المنزل وبنفس الطريقة أنا أعيش بنفس الأسلوب الذي يتبعه الأغلبية في البلاد الأغلبية صوتت لي ولهذا فأنا أنتمي إليهم ولا يحق لي أخلاقيا أن أعيش مثل الأقليات الكثير من الناس يحبون المال لكن لا يجب أن يوجد مثل هؤلاء في السياس المشكلة أن النخب نفسها تخذلنا المثقف الذي يرى علي صالح رئيس عادي عادي له أحطاء مثلهم مثل غيرهم مثل ما يقولون هذا مثقف كارثة على البلد كارثة لأنه لا يعرف الفرق بين الخطأ والجريمة ولا يعرف الفرق بين خطأ المواطن العادي وخطأ الحاكم والسياسي وليس لديه معايير واضحة لتقييم السياسة والسياسيين ولا يعرف ما هي وظيفة رجل الدولة ولا ما هي مخاطر القرار السياسي الخاطئ ولا ماذا فعل بن علي عبدالله الظالح واحد مثل هذا المفروض كارثة كارثة لا يعرف أنه عطل مسيرة بلد لأكثر من أربعة عقود أربعة عقود سرقها من عمر اليمنيين هي زهرة شباب اليمن سرقها علي صالح من عمر التنمية والتقدم أربعة عقود زرعها مشاكل لا تحصى ولغم المستقبل لا مش عارف كم جيل أربعة عقود دمر فيها الإنسان والدولة والجمهورية والوحدة الوطنية وبهذه المناسبة أتحدى هؤلاء الطيبين أن يأتوني بحاكم واحد من التاريخ أنا أتكلم مع المثقفين يجب واحد من التاريخ فعل في أمة ما فعل علي عبدالله الصالح في اليمنين تعالوا نطرح مؤشرات شاملة لمعاني الدمار والخراب ونتحاكم إليها إذا وجدتوا حاكم أسوأ من علي عبدالله الصالح دمر شعبه تعالوا نتفاهم إذا وجد المثقفون حاكما دمر أمة أكثر من هذا الرجل يتفضلوا ويكدموا للمرة الأخيرة أقول علي صالح ليس مجرد شخص نحن ما نتكلمش عن شخص عابر هكذا عشان يقولوا اذكروا محاسن موتاكم هذا الأمور التي تجيبها كوميديا كوميديا هذا مش شخص عابر حتى نتجنب الحديث عنه علي صالح هو فترة فترة حكم ما زالت تؤثر على حياتنا بقوة إلى اليوم علي صالح مؤسسة أخلاقية ما زالت كائمة في أنصار إلى اليوم في مجتمع اليمن علي صالح ثقافة خطيرة تهدد مستقبل اليمن ولهذا يجب أن يستمر الحديث عنه لعقود طويلة حتى يتعافى اليمن من هذه الظاهرة كما ظل الجمهوريون يتحدثون عن الإمامة والآئمة إلى اليوم هذا بش فرق وكما سنتحدث عنهم جميعا عن الجائحة الحوثية في المستقبل طويلا مثل ما تصنع كل الشعوب المحترمة التي أوذيت ما زال الألماني يذكرون النازية إلى اليوم ويذكرون معايبها وأخطارها والإيطاليين ما زالوا يذكرون الفاشية إلى اليوم والروس ما زالوا يذكرون الاستالينية إلى اليوم هذه الشعوب المحترمة لازم تذكر الناس اللي أفسدوا حياتها أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا لنمعنا النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم فالماضي يحاول سبغ حياتهم بالسواد أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة فكان البؤس والخوف والحرمان انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن الطفولة في زمن الميليشي أهلا بكم من جديد أصعب كلام عن الوحدة اليمنية هو الكلام في هذه الفترة الفترة التي كفر فيها الناس بالقيم الرومانسية والقيم الدينية والقيم السامية كل القيم السامية عموما يعني أغلبية كثرة من الناس فقدت فيها الثقة هناك حالة فقدان ثقة على الأكل لدى شريحة واسعة من الناس والشباب خصوصا بكل شيء فقدان ثقة في المسلمات التي تربوا عليها وفي القيم التي سادت في العصرين الكلاسيكي والرومانسي للعرب ويبدو أننا سندخل مرحلة جديدة اسمها المرحلة الواقعية المادية خلال العقود القادمة العصر الكلاسيكي أو التكليد العربي هو عصر ما قبل الاستعمار وما قبل الحكومات العسكرية العربية أو بلغة أدك عصر ما قبل القومية العربية هذا نسميه العصر الكلاسيكي فترة القومية العربية هي الفترة التي سادت في النصف الثاني من القرن العشرين في ظل حكومات الضباط الذين استولوا على الحكم في مختلف البلاد العربية وكان الفكرة القومية العربي قد ظهر قبل ذلك بمدة قصيرة هذه الفترة القومية هي الفترة الرومانسية في حياتنا العربية بعض المشاهدين ربما يجد صعوبة في فهم هذا الكلام لذلك سنحاول نبسط أكثر ونبين المغزى منا تعرفون أنه في الفترات الزمنية ممكن نكسمها على حكب كل حكبة الزمنية لها خصائص يعني لها صفات مميزة الفترة الجاهلية مثلاً كان لها صفات وخصائص تختلف عن الفترة الإسلامية التي جاءت بعدها والفترة الإسلامية القديمة لها خصائص غير الفترة الإسلامية الحديثة والنقاد يسموا كل فترة باسم خاص بحسب ما فيها من صفات غالبة النقاد أطلقوا مثلاً العصر الكلاسيكي أو التقليدي أطلقوا هذا الاسم على الفترة التي يعيش فيها الناس وهم متصالحون مع الواقع لا يريدون تغيير الواقع تغيير جذري بس يحسنوا شروطهم داخله والواحد منهم إذا فكر في تحسين وضعه يحسن الضمن شروط الواقع كما قلنا أو مثل ما قال أحدهم العبد منهم لا يفكر في الحرية وإنما يفكر في تحسين شروط العبودية هذه من سمات الفترة الكلاسيكية لكن برغم سوء هذه الفترة إلا أن الناس فيها يتمسكون ببعض القيم والمسلمات التي تحافظ على استقرار المجتمع لما يوصل المجتمع الكلاسيكي لحالة انسداد وتأزم بسبب تراكم الظلم والقصور والأخطاء والمشاكل لما يحصل ذلك تحدث ثورة وتحولات كبيرة تنتهي هذه التحولات تنهي الفترة الكلاسيكية وتأتي بعدها فترة يسموها الفترة الرومانسية الفترة الرومانسية تتميز بانتعاش الأحلام والطموحات لدى الشعب لدى الناس ويبدأ الفرد داخل المجتمع يشعر بنفسه ويشعر بذاته أكثر وأكثر بعد أن كان مجرد عضو في قطيع المجتمع يعني خاضع للمجتمع لأن الآن تظهر الفردانية ويبدأ يخلق لنفسه أحلام هذا الفرد يخلق لنفسه أحلام مثالية كبيرة يريد تحقيقها من ضمن هذه الأحلام أحلام كومية يعني حلم الوحدة العربية وبشابه ذلك والوطن المحترم والوطن الكبير هذه من الأحلام الجميلة التي كان الفرد في الفترة الرومانسية يفكر فيها الوحدة اليمنية جاءت في هذه الفترة الرومانسية المادة الرومانسية التي كانت ما زال موجودة عندنا في اليمن تستمر هذه الفترة إلى أن يرتطم المجتمع في جدار الفشل كما حدث عندنا في اليمن بسبب علي عبدالله صالح بسبب أنظمة الحكم الفاشلة عموما وهنا يبدأ التحول باتجاه ما يسمى بالواقعية الواقعية السوداء الواقعية الكئيبة الواقعية الموضوعية إذا أحسننا الأمر والتحول للعصر الواقعي يبدأ عادة بعنف حالات عنف أحداث عنف وألم مثل آلام الولادة تماما لأن الإنسان يفقد في هذه الفترة الثكب بأحلامه وطموحاته ويقنع بإنكاذ نفسه فقط وأحلامه الشخصية البسيطة يقول لك أنا رب إبلي خليني ينجو بنفسي وبعدين للبلد رب يحميها يتخلى عن الأحلام القومية والإنسانية الكبيرة هذه مثل الوحدة وما شابه ذلك ويقول لنفسي أنا رب إبلي وللآخر رب يحميهم هذا ما حدث للشباب اليمني أو الكثير من الشباب اليمني الشباب العربي عامة بفعل الثورة المضادة التي أنهت أحلامهم بكابوس كبير وحدث من قبل لأبناء الجنوب يعني هذه الحالة حدثت لأبناء الجنوب بسبب مبالم النظام السابق المجتمع الكلاسيكي يموت عادة بالسكتة القلبية يتحلل ببطء أما العصر الرومانسي يموت بالفشل الكلوي يعني بهزيمة قوية تتناسب مع حجم أحلامها الكبيرة كما يحصل الآن العرب بعد ذهاب الاستعمار فتحوا باب الأحلام الوردية الكبرى لكن المؤامرة عليهم كانت كبيرة ونقاط ضعفهم كانت أكبر ولهذا فشلت مختلف طموحاتهم وتساقطت أحلامهم الكبرى بشكل متتابع يعني ومنها حلم الوحدة المؤامرة ونقاط الضعف ممكن كلها نلخصها في كلمة واحدة هي الحكام العرب الحكام العرب هم نقاط ضعف الأمة في أغلب الأحيان وهم المؤامرة هم بيدك المؤامرة هم حصانها وهذه الأسباب التي أفشلت عصر القومية العربية هي نفسها التي أفشلت عصر القومية اليمنية الوحدة اليمنية هي درة تاج القومية اليمنية هي ذروة المد القومي اليمني قرابت ستة عقود من الخطاب القومي والأحلام القومية الوحدوية أنهاها علي عبدالله صالح بكارثة قومية متعددة الوجوه انتهت فكرة يعني انتهت فترة حكمة وقد فقد بعض اليمنيين ولاءهم للوحدة وولاءهم للوطن وولاءهم حتى للتاريخ بيتخلوا عن اليمن نفسها وفقدوا الثكب بكل شيء وهذه واحدة فقط من آثام علي صالح التي لا تحصى ولما حاول عقلاء اليمن إنكاذ ما يمكن إنكاذ من الحلم اليمني فيه مؤتمر الحوار الوطني لما حاولوا ذلك كمل علي عبدالله صالح جميلة وأسقط الجمهورية نفسها وسلمها للإمامة في شهر سبتمبر وما تلا ذلك من تداعيات ما زلنا ندفع ثمنها للآن هل بعد هذا الحقد من حقد؟ وهل بعد هذه الإساءة لليمن من إساءة؟ حجم التحولات النفسية والأخلاقية السيئة التي سببتها سياسات علي صالح حجم هذا الفواجع تجعل الشخص فريد من شياطين الإنس مش بس أسقط الدولة والجمهورية وضيع أربع عقود من عمر اليمن وأكحم اليمن في حرب مدمرة مش بس هذا وإنما أيضا أفسد منظومة الأخلاق الاجتماعية وأحدث خلل كبير داخل البناء النفسي لليمنيين ومع ذلك ما زال لدي أنصار ومحبين وبعضهم محسوبين علينا مثقفين والحمد لله رب العالمين ربما لأن المعارضة عجزت عن تفهيم الناس وتبصيرهم بحجم الكارثة وربما لأن هذا النمط من الشخصية لا تجدي معه لغة العقل والمنطق وطبعا فترة علي صالح لا لا يتحمل إثمها واحدة أكيد بل يتحمل إثمها كل من شارك في هذه الفترة بنسبة معينة بما فيها الأحزاب السياسية اليوم بعد 28 سنة من الوحدة اليمنية ينبغي أن نراجع مقولاتنا الكديمة عنها ونعدلها مقولة الوحدة قوة وعزة مقولة صحيحة لكن بشرط أن تكون وحدة على أساس ديمقراطي يضمن كرامة الناس وحقوق الناس ورضاهم أما وحدة القمع والاستبداد والاستقوى فليست إلا ضعف ضغينة أقول هذا وأنا أدرك أن الطرف الآخر الذي يطالب بالانفصال لديه مبالغات وأوهام وخفة عقل أحيانا لكن هذا من حقه هذا حقه منطق العقل يقول ركزوا على المستقبل فقط والمستقبل لن يختلف عن الماضي والحاضر إلا إذا اختلفت طريقة حياتنا هذه الموجودة الآن أحنا اليمنيين جربنا كل شيء إلا المجتمع الديمقراطي الذي طالبت به ثورة 26 سبتمبر وجعلته هدف من أهدافها ستة وكل الذي جربناه حتى الآن فشل فلماذا لا نجرب المجتمع الديمقراطي المجتمع الحر الذي لا ينكد بسهولة لبشارع الخراب والأوهام واحدا من مشكلاتنا في اليمن الآن هي أن المواطن أحيانا لا يعرف مصلحة وهذا سبب تقصير النخب في توعيته الذين يريدون الانفصال بالقوة والذين يريدون الوحدة بالقوة كلاهما على مذهب عن ترى بنشدد ومذهب عن ترى لا يصلح في السياسة على الجميع أن يحسبوها بالكلم والورقة بلغة المصلحة البحتة لا باللغة الرومانسية التي فشلت هل من مصلحة اليمن أن ينشطر ويصبح مطمع للغرباء والعابثين هل من مصلحتكم في الجنوب ولا من مصلحتنا في الشمال هل من مصلحة اليمنين أن يكون لديهم دولتان على شاكلة الكوريتين هكذا ينبغي أن نتسأل المطلوب هو أن نفكر بطريقة عملية لا بطريقة رومانسية متوترة وبعقل صبياني هذا مستقبل أجيال ولن يرحم التاريخ من يفرط فيه إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان نلقاكم في أمان نلقاكم في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر